في هذه الدورة ربما بتطل علينا القضايا ذات الطابع الكوني أو الطابع العالمي هذه القضايا الجائحة كما تحدث عمر وتدعيات الجائحة لأنه ما قبل الجائحة قطعاً بيختلف عامة بعدها في كل مناحي الحياة سواء الاقتصاد أو الأمن أو غيباتنا لكن ربما هناك أيضاً قضايا كونية طلت برأسها خلال السنوات القليلة الماضية ومنها قضايا المناخ والبيئة وما تبعها من تصحر ومن جفاف ومن لخبطة في الطقس والمناخ أثرت بشكل مباشر على الإنتاج والغزاء ومن ثم اتسعت رقعة الجوع في العالم أيضاً هناك قضايا الإرهاب التي ما زلنا وما زال العالم بمضطر أن يعيش معها ويحاول أن يروض تدعياتها بشكل أو بآخر على القطاعات السياحية وكافة مناحي الحياة أتصور أن ما يجري أو ما سيجري في شرم الشيخ خلال أيام المنتدى من خلال المحاور الرئيسية اختار القائمون على المنتدى هذه القضايا نوعية القضايا التي تؤثر على البشرية بشكل عام سواء قضايا المناخ والبيئة والجائحة والاقتصاد والإرهاب وهذه التحركات المصرية ربما مغيرة عن بداية أول منتدى أول منتدى كان بيغلب عليه الطابع المحلي الإقليمي المشاكل الضيقة لكن معه كل عام كان هناك اهتمامات أكثر والدولة المصرية في الداخل بتقوى وربما بتشارك في المشاكل الإقليمية ثم بتتوسع روايدا روايدا لتشارك في القضايا الكونية ربما من حقصنا الطالع أننا نستقبل في بداية العام العام الجديد بمؤتمر أو منتدى شباب العالم نناقش هذه القضايا الكونية وعلى رأسها قضية المناخ والبيئة وفي نهاية العام في شهر نوفمبر القادم سيكون لدينا المؤتمر الأكبر والأطخم على مستوى العالم اللي بتنظمه الأمم المتحدة بتصدفه مصر اللي هو مؤتمر الأطراف الخاص بالمناخ اللي كان موجود في بريطانيا فيه العام المنصر أعتقد أنه ما بين يناير 22 ونوفمبر 22 ستشهد الكرة الأرضية الكثير من الأحداث تدعيتها موجودة دلوقتي من ذوابان الجليد في مرتفعات أوروبية ما كانت تحدث منذ عشرات السنين تأثير هذا على الحرائق في الغابات وارتفاع أسعار الغذاء وقلة المنتوج كل هذا ربما يكون على مائلة البحث في منتدى شباب العالم